موضوع بقى الورق اللي كان يجيله ده البابا شنو ده لما كان يقرأ جزء من الأسئلة ويوم الأربع ده حاجة من كل حاجة يعني كذا سؤال كذا سؤال في العقيدة ياخد واحد منهم كذا سؤال في الأحوال الشخصية ياخد واحد منهم تنوع ويوسر الموجودين لا مش على كده بيقرف كل يعني ياخد من كل حاجة لكن بعد كده كل ده يتجمع وياخده معلق اللاية يعني اللي كان بيقرأ يريح ربعة ساعة نص ساعة ويخرج ده بقى ده الواجب بتاعه يقعد يقرأ كله كلمة كلمة ده يعرف ناس بتفكر فيه إيه إذا تعرف يعرف نبض الناس بالزبط فيما يلي في الوقت ما فيش سوشيا فهدي كانت التواصل اللي أنا جيله دلوقتي لما حد بعد موضوع ثورة يناير لما حد قاله يعني عرفنا يعني أن مثلا الرئيس الرحل المبارك كان في المركز الطب العالم واتفاجئ بقيتنا أخبار كتير ما يعرفهاش ومعرفش عنه حاجة إحنا استغربنا لكن الباب شنا ما استغربش فقلنا له سيدنا بيقولنا أنه فاهم الحاجة دي بكذا ودي بكذا ودي بكذا قال أيها مستغربين من إيه لأنه كان في عزلة قال قال كده بالحرف قال عاو استدمر إنسان كبير اعزل بينه وبين الناس فلما قال كده عادنا فكر عشان كده كل ورقة ما يسيبش ورقة ورقة حاجة مثلا عايزة صلاة يقول نحطها على المسبح حاجة مش محتاجة خلاص يفرمها اللي لهم طلبات أو احتياجات يوزعهم علينا ويشوف وتاني يوم يقول لنا عملنا فيه إيه ففيه متابعة فيه تواصل مع مع ابنائه وأقول لحضرتك حاجة لو أي حاجة سمينة أيا كانت وقعت تتقصرت ولا تفرق معاه أي حاجة خلاص من ديك تماما لو حد راح له قال له سيدنا أنا آسف أنا نسيت أي حاجة أنا أخطيت ولا كلمة أخطيت دي تنسيه كل حاجة لكن واحد يخب عنه ورقة حد بعدها له دي شايفها موهمة جدا لا دي بقى عنده مشكلة الورقة الشخصي بعدها مشكلة أو الموضوع اللي عايز لازم يكون وصل للباب كان يقول مش من حق أحد أنه هو يعزل بيني وبين ولادي والآخر وقت لحد ما شوفناه في العزة الأخيرة لحد آخر وقت